هذا البرنامج برعاية ولا حدا عزيزي سبونسور توصل معنا من خلال الإيميل info.hassan.com في أن الجزائر المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية إخواني وأخواتي في العراق وألمانيا أهلا وسهلا بالشعب الألماني أو أندور اللي عم بيسمعونا من ألمانيا واللي عم بيسمعونا من العراق تحديدا من العراق اليوم ليش لأنه وصلني من فترة إيميل من أخت رينا على البودكاست وصراحة I forgot to check the email and know what's new الإيميل كان بيقول السلام عليكم أخي حسان غاليا رواسم العراق كتير مترددة ومن زمان أني أرسل لك على الإيميل بس حاليا حبيت يكون معكم على الأقل مكالمة حتى أشكركم وأتكلم معكم عن كمية تغييرات اللي قررتها في حياتي وانتوا لكم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى ف ف اللي نالا بتذكر نارا حنسميها سارة لغاية ما هي توافق ان نقول اسمها راح نسميها سارة لغاية ما هي توافق ان تقول اسمها هي موجودة معي على الزوم با فسارة اللي نالا ايه دافنتلي يلا فهي ردت وانا تأخرت بالاخير من بعد ما تجذبنا اطراف الايميل ايميل رايح ايميل جاي تعرفوا coordination international finally we clicked وزبطت سارة عملي السلام ورحمة الله وبركاته بدك استخدم اسمك ولا بدك استخدم سارة لا قاعد رواسي رواس طيب ماشا لانه اضحطت فيه وقلت رواسي رواسي هذا الكلام بيني وبينك مسجل راح يطلع على البودكاست انت موافقة مو تجيني مثل بعض الاخوة والاخوات طبعا اللي ما بتعرفوا فيهم انتوا بعد ما نغلب حالنا ونحكي ونتعب ونسجل ونسجل وهذا لا كيف نزلت مستحيل اهلي اخواني ايش اللي اهلي واخواني ولا هاي طايب انت ليه يعني انه ليه طالع مع البودكاست اذا ما بدك اي انزل بودكاست شو رايك ناخد لك وضع عنا مهم شو خبارك رواسي لا والله تمام الحمد لله وخير اتو كيفكم كيف صحتكم انت عراقية وساكنة بالعراق اي اي نعم اهلا وسهلا بشعب العراق الجميل وين بالعراق لكن المايكروفون عم بيهز على الاشارب كتير فبدك ترفعي مشان ما يطلع الصوت خش 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 مشان نكون هيك في السليم اكيد تمام مهم بالعراق اه من محافظة ديالة بعقوبة بعقوبة ديالة والنعم اهلا وسهلا بالحلوين اهلا وسهلا شو بتعملي بحياتك لانبي عندي اه دبلوم تغذية صحية اوكي اه ومتعينها اه بالمؤسسات الصحية العراقية وحاليا اكامل دراسة اه بتخديره على المركزة واو شي كومبليكيتد بالمرة شو يعني تغذية وعناية صحية تعلمي العالم شو ياكله تقريبا مرضى سكري بالذات اوكي بس حاليا انا انتركت اه التغذية لانه ركزت على التخدير يعني اوكي اعمل اه بشهادة دبلوم التغذية اوكي بس اه دراسة وتوجهي على التخدير وليه اخترت التخدير بالتحديد صراحة لانه في شغل نفس الوقت نفس الوقت يعني بالعراق بالذات ماكو خيارات وما نجنت بهذا الوعي واااا attacker لحظة 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 şey انتي جاية تحكي مع الشخص الخطأ الى تقليليه خلاص واستسلمت لا لاAlright ولي بالك يطول بعمرك وعمر اهلك يا رب اه اذا مش حاب المجال هذا اول شيح اقرأه تخشي على المايكروفون يعني هيك الصوت عم بطلع خش 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 ما تحركيلي المايكروفون تاني شي جاية تقليلي جاية تقليلي بسنة العشرين عشرين ومن بعد أنا كمية التغييرات اللي قررتها لحياتي جاية تقليلي أنك استسلمتي لدراسة لأنه بالمكان اللي أنت فيه حاليا ماكو خيارات أنا ضدك حسن صحيح وياك بس أنت بمر من المرات إذا تريد تحصل على شهادة ادخل جامعة بس إذا تريد تكسب علم إذا تريد تكسب علم اتعلم أنا بديت أتعلم وأكيد أكيد أنا بديت أتعلم نفس الوقت رح أحصل هذه الشهادة صراحة مثل ما تفضلت أنه حالا الأكيد الوارد المادي جيد جدا للتخدير بنفس الوقت أتعلم الشيء اللي أنا أحبه أنت عبتعلم الشيء اللي بتحب أنتو تحب التخدير مو قصد أنه مو كل شيء أحبه أحبه بس بنفس الوقت شو أكثر شيء تأخذ بس بجرة شهادة طولي باك طولي باك والله أجيبك من الآخر يا ريت شو أكثر شيء بتحبي بالدنيا لو الفلوس سحية من النوم معاك عشرة مليون دولار سحية من النوم معاك عشرة مليون دولار غير بعطي بابا وماما وبابني كامع والأعمال الخيري والكلام الجميل هذا اللي حافظينه ونص العالم ما بتطبقه لا لا أنت غير غير هذا الكلام كله أتو شو بتعملي بوقتك عندك ستين ألف ساعة بالنهار فاضي شو بتعملي بوقتك حاليا لا لا عندك عشرة مليون عندك مش حاليا عندك عشرة معك 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 حاليا عندك عشرة مليون الله يوفق مليون وخمسمائة ألف عطينا ياه لا بس حاليا أنت أخذ كورس مع دكتور عمرو السعداوي والشغلات اللي جميل والشغلات اللي ده أتعلمها إن شاء الله بشهر ستة بألفين الواحد وعشرين أحصل شهادة من عندها وأتمرس بهذا المجال محسن لتظلمني بليز شوي شوي لا أنا لك أنا أم هارش يعني ما عندي تفاهم طولي باك يعني داخلي يعني أورادي عم تدرسي شي أورادي عم تدرسي شي أورادي ماشي بطريق أنت حاببتي لتبني تدرسي شغلتين حاليا تدرسي شغلتين طيب الكورس اللي عم تخدي مع دكتوري وحبيبي وأستاذي وأخوي عمر السعداوي اللي طالع معنا بالبودكاست بيجنن هالإنسان رائع جدا هذا الكورس اللي عم تخديه جدا حدا جابارك عليه ولا هيك يا أهل لا أبدا أنت محبة منك أكيد أكيد كتير بتحبي جدا 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 هل يا ترى إلو السوق وبالدرجة الأولى عادي احتمال أنا يعني يعني اللي أسوي هذا السوق طب ليه عم تدرسي بالجامعة معنا تشغلي ما بتحبيه ليه ما تركزي مع دكتور عمر السعداوي وأمثاله الله يكثر من أمثاله وتتعمقي أكثر في هذا العلم إذا كانت دراستك في الجامعة عم تاخد منك وقت وما كان فيه ما كان فيه هالرغبة لأنه أنت قدمتي أنت حتسمعي هذا البودكاست وحتشوفي كيف صوتك لمع نبرد صوتك مليانة سعادي كانت لما حكيتي عن عمر السعداوي واللي عم تعمليه مع عمر السعداوي وقارنيها بشو حكيتي وكيفية التونالتي تبعتك كيف حكيتي عن التخدير أنه يا الله أي شيء عادي أنت نفسك ما نك مقتنعة جاية الليلي أنه أنه مشان الشهادة أنت كمان مع عمر السعداوي وعم تاخدي الشهادة ما كمان بعلمك وتخصصك ومشوتك بطريق علم النفس والسيكولوجيا البشرية هذي كله رح تاخدي مش الشهادة رح تاخدي ألفين شهادة وراح تصيري إليك إليك ستمائة ألف أنا مش عم بنطقس من فواعد طب التخدير بالعكس الله يكتر من أمثالهم ودكتر محمود اللي ساعدنا بالأبدور التبعنا النوسي بخلفة أوسياندي He's an angel sent from up above ودكاترت التخدير I know couple of them ناس عمالقة ما شاء الله بس إذا حابين المجال دكتر محمود كان حاب المجال بش أنت مالك عبتي أنت حابة حابة سيكولوجي أكتر حسن أكيد أكيد مية بالمية قبل لا أتعرف علي أني أورد يعني دخلت بهذا الشي فعني صراحة وأحنا كجامعة خاصة يعني تم وقع على تعهد تكمل معهم السنين دراسة جميعا فرح تتراتب علي أعباء ما دي أكثر من طاغتي فأوكي يعني أخذها شهادة بنفس الوقت يعني أنا موزنة من السنين وقبل لتتسرع أرجع أقول لك قبل لتتسرع بالبداية أيام اللايف على يوتيوب كنت يعني بعدني أتعرف عليك وعلى القبيلة وكذا طلعت الأولى الدراسة المسائية للتخدير ما شاء الله ما شاء الله جميل أوكي بكرا إيه لا حسن قلت لك لا تتسرع لا لكي بس بنفس الوقت حسن كاملة 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 قبل ما أنا أفترسك كاملة بس بنفس الوقت شنة دا أدور دا أدور على شي يعني الشيء التدعم أول شيء أنت سألتني عليه إنه عندش عشرة مليون وشنو شيء التي تحبين تسوي فدخلت بالموسيقى ما حبيت دخلت جربت أنه فنون وما فنون صراحة يعني فاشلة جدا الورد ما أقدر أرسم بعدين بعدين بحلقة هبا نقش بندي هبا من أعز أعز الناس على قلبي حسن صراحة أنا تعرفت على أصدقائك أكثر من قبل اللي أتعرف عليك لأن أنت كنت بالنسبة لي الخطوة الأخيرة عنه يلا أتعرف عليك عندي تواصل جميل شكرا تواصل جميل جدا جدا مع هبا وقليل مع عمر بل أكثر شي هبا بالمرتبة الأولى بحلقة هبا حسيت أنه لأنه تقريبا كانت روحية بدل درجة كبيرة فحسيت أنه في شي حتى فكرت بالريكي وسوي السيارة على الريكي وبعدين لا لا أكو شي أكو شي ناقص إجي الدكتور عمر الله الله يحفظه يحمي يا رب بدت كمان أتواصل معه والحمد الله بدأنا الكورس وطاقة وروح و أتعرف على العالم يعني أرواحهم جميلة ورائعة جدا جدا حسنا أتمنى تدخل معنا بهذا الكورس أو يعني تجيب أنا ضيف بيوم من الأيام أنا إلي كوكب تاني بدي أرجع بس لنقطة واحدة شو يعني أنت التزمتي مع هذه كم سنة دراستك أربع أربع سنين يعني أنت وقعت بأول سنة أنك تخلص الأربع سنين أي كجامعة خاصة يعني ممنوعة غيري ممنوعة غيري مساق ممنوعة غيري دراستك شوية قوانين بالعراق نعم هو سجن تترتب عليك أعباء مادية وغرامات يعني فهمان عليك أنا ما عملك ترك الدراسة أنا عملك غيري مساق أنا عم غيري غيري دراسة بدلا ما تدرسي سين تدرسي صاد من نفس الجامعة يا ستة على عين يا أخي بل كالواحد صارت له ظروف ما قدريك يكمل دراسة بنخرب بيته جقرت سيارة هو حسن الواقع بالعراق القوانين مكتوبة بشكل جميل ومزغرفة ورائع جدا جدا اللي يقراها على الورق بس التنفيذ والله يا أخي صفر قال بالسالب ما بعرف ما عندي دراية بالقوانين حلان أستطيع أنه خلص يا ستة مجبورة الله لا يشوفك مجبورة لا مجبورة حسن مو مجبورة يعني طلعت الأولى على القسم لا بالعكس أنت طلعت الأولى على القسم لأنك شاطرة بالدراسة مش لأنك بتحب المساق أنت طلعت الأولى بالمساق لأنك تحبين التحدي وتحبين الجدل وتحبين إثبات أنك صح وتحبين كسر شوكة أي شخص أمامك وتحبين أنك تكوني أحسن واحدة موجودة بالقوضة مش لأنك بتحب المساق أنا لو عطيتك كورس محاسبة لو عطيتك كورس محاسبة ستتفوقي فيه ولو حطيتك بكورس رسامين مع أنك أنت قلتي عن نفسك أنك ما بتعرفي ترسمي وما بتحبي ترسمي لو حطيتك وأجبرتك أنك فوتي بكورس رسامين رح تطلع بيكاسو وغصبا عن الكل وغصبا عنك أولا مشان بس تثبت حالك تميزك في هذا الشي لا يعني حبك للشي أتقول واتسو أفر أنا عم بحكي عن الباشن هايدي شغلة صحيح الباشن بتصير فيك سبحان الله يو كليك ودا person يو كليك ودا ايديا يو كليك هايدي هايدي هي اللي عم دور عليها شو يعني كليك يا أخي ما عبار شو يعني كليك I cannot translate شو يعني كليك الثاني اللي شف فيها نينا أكليك خلص نعطيك ألف عافية هاي البنة مرت game over آخر همي فالثاني اللي تعرف فيها على عالم الكمبيوتر I clicked thank you very much الثاني اللي شفت فيها المايكروفون ومسكت فيها المايكروفون بالمدرسة I clicked thank you very much فأنت if you don't have a click look for a click بس أنت تتعرف شو يعني معنى click بدك تجرب وتجرب 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 أنت you clicked مع عمر السعداوي أنت you clicked مع هبة بس أنت you did not click مع التخدير أنا هون نقطة الخلاف بيني وبينك هذه النقطة اللي عم سلط عليها أنا مش عقول أنه أنه تعملي وما تعملي عملي حياتك عملي فيها اللي بدك ياه وظروفك أنت أدرى بظروفك بس إذا استطعتي أنك تعطي كل جهدك وطاقتك ووقتك بشي أنت بتحبيه و الله أنعم عليك أنك أكيد لكي والله العظيم واحدة من نعم رب العالمين علينا أنك تعرفي تعرفي أنت لشو موجود على كوكو بالأرض العالم بتضل أنت قدي عمرك أربعة وشرين العالم من عمر 17-18 سنة من حلا من عمر 15-15 سنة عامل من عمر 25 بيسألوا أسئلة وجودية تعرفي نحن ليه الله بعثنا على الأرض أنا شو هدفي بالحياة أنا ليش موجود هون أنا شو المفروض أعمل بحياتي هاتول الأسئلة الوجودية أنه الشغلات كلاتها أنت عرفتي ووو أنت أفضل من كل人 لذلك تقريباً عندما تعرف أنت تترك كل شي وأن تترك على ذلك حتى تأخذي منه أكتر شي ربماً هذا قد لا يكون الوصول قد لا يكون الوصول لكن هي رحلة التي يجب أن تفوت فيها وأنا تمتع بهذه الرحلة أنا هون هون النقطة اللي اللي حمستني حبتين زيادة طيب ماش الحال وتخرجتي تخرجتي تخدير هتشتغلي بالتخدير ولا رح تفوتي بال بالسيكولوجي لا سيكولوجي ما نمتعه أربع سنين من عمره وبتقل لي لا بتفوت سيكولوجي ما تستثم للقوانين تستثم للقوانين محتاجة حالياً صراحةً أقوي نفسي أكثر أتعرف أكثر وأكثر على السيكولوجي يعني حديثاً أنا من بلشت مع دكتور عمره بس بعد يعني كل شي بكتا حلو أكيد أنا أنا أسألك سؤال أنتوا عندكم في الجامعة في سيكولوجي طب نفس مفروض فيه لا ما عدكم طب نفس بالجامعة لا معكم في طب تخدير وما في طب نفس طب نفس ما هو أقرب شيء لطب النفس الموجود عندكم بالجامعة بالكلية أقرب شيء تربية علم نفس تربية علم نفس هل هناك مساطق كامل لي تربية علم النفس حكومي حكومي وغير مهتم مهتمون الاهتمام القوي بي. انسي لي هم اذا مهتمين ولا مش مهتمين. انا بدي انتي المهتمين. طيب هل هل من الممكن انك. حسن اقدر احتمال اقدر انه اخلي هاي البوينت ببلدي بمكاني اللي هني بي. فمن ده احجي واقول انه انا اريد اقوي نفسي. اقوي اكتشف اللي حوالي. انا مداني اللي ابدأ بهذا الشي. صح لو خلط? اوكي خلي شوية تاخد حبتين. وقد حبتين. اه سنين. بس انا ملتزمة بهذا الشي. صح لو خلط? هل التزامك بهذا الشيء صح? عم بسألك سؤال. تخدير. هل التزامك? لحظة الله. انسي لي كورس التخدير. هل التزامك بقانون انك اول ما دخلتي هذا الكورس. توقعتي هذا العقد. اخدتي هذا القرض من اول يوم. انك تلتزمي اربع سنين يا اخي بنص الطريق اكتشفت انه ما ما مش مش مجالي. مش مش اقي. لازم التزم بالاربع سنين. انتي قلتي انه القوانين جميلة ومزخرفة. ولكن عندما تأتي على ارض الواقع التطبيق يختلف. طيب ليش ما تكوني انتي. صح. ليش ما تكوني انتي الاختلاف? ليش ما تكوني انتي البيونير الرائدة التي انتي مش الوحيدة اللي عم تعاني من هذه المشكلة. كل اخواني واخواتي اللي عم بيمروا بنفس القانون انا عم بتحدث بناء على كلامك. انا ما عندي دراية بالموضوع. انا عم تحدث بناء على كلام رواسي. صح. ليش ما تكوني انتي اللي تصنع الفرق في 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 العراق الحبيب. ليش ما تكوني انتي انتي رأس الرمح اللي 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 رح يغير هذه الطريقة القديمة اللي عم تقتل احلام عشرات الاف الطلاب العراقيين اللي عم بيدرسوا جامعات بالبداية تحمسوا الى المساق. ارتبط فيه التزم فيه طقع لأربع خمس سنين. طيب ليش ما تكون رواسيه هي التي خلقت الفرق. ليش ما تكون رواسيه هي اللي 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 عملت آآ صحوة هيكة. هزت صحوة لل للسيستم بما انه القانون موجود يعمه خلينا نطبق القانون. ليش ما تكوني بما انك عنيدة وبما انك اللي بيقليك يا ميم تضي elu لا يسار وبتمشي لاخر الكوكب بس مشان تثبتي انك صح وما بتنامي مشان تثبتي انك صح وعنيدة طيب ليش ما تكوني عنيدة بالحق كمان مش الحق الشخصي النمر زتبعك. مش الانا. طولي بالك في عندك أنا كتير كبيرة طولي معنك بدل من نمرود تبعك اشتغلي بالقانون فهمي القانون عرفي ليش مركبينك بها الجامعة 4 سنين غصبا عنك من لما وقعت لها الورقة بتخصص التخدير ولا تخصص الصيدلة لازم تخلصي في كلاته فهمي القانون كاملا وروحي على الجامعة روحي على وزارة التربية روحي على وين ما تروحي سواء منظمة نظيفة أو منظمة فاسدة والفساد موجود في كل كوكب الأرض في كل بلدان كوكب الأرض وحاولي يعملي إصلاح هذا هو ما نريده في كوكب الأرض أنا بالأخير شو استفدت من أني بعمل برمجة ولا استفدت من أني بمسك مايكروفون وبحكي ولا استفدت من طبيب التخدير ولا استفدت من دكتور أطفال شو استفدت إذا ما عملنا إصلاح الرسل كلها تنجوا على كوكب الأرض مشان يعملوا إصلاح هي وحيد مرة وحيدة في كوكب الأرض ربنا سبحانه وتعالى عمل ريسة موتون كلاتهم عمور ريسة كلهم ينقبر خلينا بلشنا أول جديد باقي كلاته إصلاح إصلاح الفساد لا يتجزأ من كل قصصنا كل قصص كوكب الأرض فساد وكل قصص الرسل والأنبياء إصلاح الفساد لأنه القانون موجود الرسل والأنبياء شغلتهم يذكروا العالم بالقانون خلصنا القانون ما حدا اخترع قانون القانون موجود القانون جميل الفساد موجود الفساد غير جميل شغلة الناس الصالحين الكويسين شو مكان مجال عملك تحارب الفساد تحارب الغلط تذكر الناس تذكر الناس بالقانون الصح بدل ما أنا أستسلم للقانون الخطأ والله أنا وقعت تخدير ولا صديقتك من كلية الصيدلة وقعت صيدلة وهي حلمها تدرس شي تاني وموجود المساق خلّه فتحوا السنة الماضية ما كان مفتوح السنة هاي فتحوا طيب ليش ما أنا أروح ما أعمل ثورة أكيد لا لا أفهم القانون ودرسه أكتر وحاول أنه أوجد طرق بديلة وحلول لقضية عم بعاني منها أنا وعم بعاني منها صديقاتي وأصدقائي عم بعاني منها جيل كامل بحيث أنه أفيد 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 أنت ما عم تفيدي حالك بس أنت عم تفيدي الأمة كلها أنت عم تفيدي عم تفيدي شعب العراق كلها لأنه إذا إذا واحد أنت أوكي هلأ 24 بدك 4 سنين يعني ماينس 4 سنين أنت عم تفوتي على الجامعة بعمر العشرين أنت بعمر العشرين تتخذي 40 قرار بالثاني ومستعدة غيري 50 ألف قرار بالثاني بدك تلتزمي بقرار دراسة مساق واحد غصبا عنك لأربع سنين ليش It's not right مش عم بحكيكي تخدير ولا ما تخدير عم بحكيكي عن الالتزام بهذا الشي لمدة أربع سنين يا أخي طيب بالكي أنا عبالي قدروا شي تاني فأنت أنت من مسؤوليتك هلأ أنك أنك تصلحي تعملي إصلاح بهذا القانون موجود نعمل إصلاح تطبيق القانون غير 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 فعال ليش غير فعال خلينا وبالبسمة وبالخير وبالدعوة الصالحة يعني مش إنه بدنا نكسر لا 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 ما بدنا نكسر بدنا نصلح نحنا لا لا تكيد This is a better journey أنت كتير كتير مبسوطة مبسوطة مع دكتور عمر السعداوي دكتور عمر السعداوي مصلح بيصلح النفس قبل ما يصلح الجسد إذا كتير مهتمة بهذا المجال في الكتاب البايبل الكتاب الأساسي The source book The mother of all books تعيد إصلاح النفس اللي هو Psycho Cybernetics لدكتور ماكسويل مالتس دكتور ماكسويل مالتس كان جرّح تجميلي يعني بيرمم من البرة اكتشف إنه الترميم من برة على الفاضي لازم نصلح النفس من جوه ساعتها بتنعكس على اللي برة ساعتها بتصير تشوفي أنفك جميل بتشوفي أدنيك يا حلوين بتشوفي السليولايت جميل بتشوف خلقة ربنا أنا شكلي تفاحة أنا شكلي إجاصة أنا شكلي برتقالي أنا شكلي بطيخة أنا شبه الحمد لله جميل لهذا خلقة ربنا النفس من جوه متصالحة أنت مبسوطة ليه لإنك داخلي برحلة إصلاح طيب كمليها بل شي بشي تاني يعني عكسية على كل مجالات حياتك إصلاح بالمطبخ إصلاح بالطعام إصلاح بقوانين الجامعة الظالمة اللي صحيح إنه أنا عم جيب درجات عالية بالميجور تبعي بالتخصص تبعي اللي هو طب التخدير وإنه مو عجبني كتير باش إنه يلا أنا ملتزمة والحالة المادية إيش اللي عم تعطي حالك حجج وأعذار وإنما أنك مكسورة أنت أنت عراقية أنت قوية أنت راسك شامخ شعب العراقي طول عمره راسه عالي طول عمره تبع إصلاح طول عمره تبع اختراعات طول عمره تبع تصدير فكر تصدير فن تصدير تصدير عقول ما بحياتك تقولي ما بحياتك بتتابع أفلام هوليوودية مش كتير في ممثل هوليوودي حائز على الأوسكار كتب كتاب مؤخرا لسه موصلت له للأقراء بس بإحدى المقابلات اللي تسمعت عليها وكتير وعجبت بخلف الكواليس اسمه ماثيو مكانهي ماثيو مكانهي اللي عمل انترستيلر وعمل مليون موفي ماثيو مكانهي كان يأكل كل أتلة من أبو ترباية تاكسس أو داون ساوث يعني شيء من الساوث من جنوب بأمريكا كان يأكل كل أتلة من أبو كان يضربوا أبوه إلا عن أبو أفطاس أفطاسو إيه إيه انتو بتقولوا أنتو نحن بس العرب اللي بنضرب أولادنا لا 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 كان كمان بضربوا بضربوا أولادهم لأنه كان عادي إيه هلا جمعية حقوق ما مش عم نحكي عن الحقوق ومن الحقوق فكان يقتلوا كل أتلة يبرموا بارن بالأرض تعرفي ليه مش لأنه غلط ولا عمره أكل أتلة لأنه غلط ولا عمره أكل أتلة لأنه لأنه عمل شيء مش صح لا 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 كان يأكل أتلة لما يقول I can't لا أستطيع كان عنده كان عنده يقول fuck you كطفل بالبيت أرحم أرحم من أنه يقول I can't عقوبة I can't عقوبة I can't أقسى من عقوبة الكلام البذيء في المنزل كان ينرعب من لما يقول I can't في البيت أبوي يقول له بعمر عمر 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 أمك ما تقول I can't because you can أنت نفخة من روح الكامل أنت نفخة من روح الرب شو يعني I can't شو يعني I can't حاليا لا تتوفر لديك السبل والله الظروف أي ظروف من أنت اللي خلقت الظروف وأنت الذي ستتحدى الظروف القوانين صر لهيك إيش وجه ليش عم تصلوا للأصنام والله لأينا أبائنا عاملين هيك لا حبيبي شغل مخك معلي القانون صر له مكتوب أربعين سنة أوكي هلا منبدأ قانون جديد منعدل على الدستور منعدل على القانون منعدل على النظام شو الجامعة تعيدكن الكعبة دين لا أكيد الشي الوحيد اللي ما بيتغير ما بيعملوا له اللي هو الكتاب المنزل اللي ربنا حامي من التحريف غير هيك في غير هيك في تعديل غير هيك شو ما نكتب بنمسح وبنكتب شي جديد عليه لا تخبرني أني لا يمكن لا يمكن هلا أو الوسائل هلا في هذه المصدر لا يمكن ايه يمكن ايه فيك تغيري مساق ايه وفيك تدرس الشي بتحبي ايه وفيك وفيك تخطي رحلة تانية حتى لو حتى لو بقلك شهر على التخرج إذا ما نوم ما نوم جالك واكتشفتي ما تريدين أنا مش عم بقلك إذا ضايع إذا بعدك ضايع أن تمشي في اتجاه خير لك من أنك ما تمشي بأي اتجاه في كتير عالم واصل لعمر الثلاثين والأربعين ما نوم عارفان شو عم بيعمل لا لا روح على وظيفتك حتى لو كرهانا وبوقت الفراغ حاول استثمر وقتك إنك تكتشف شي بتحبه بينما ربنا رزقك واكتشفتي شي بتحبيه وتيجي تقول ليلي بدك تضيعي نص نهارك بجامعة صحيح إنك عم تنجحي فيها وصحيح إنه فيه فلوس بش والله أنا بحبي الشغلة التانية طيب أنتك عم تعملي الشغلة التانية دوة دوة فول تايم يعني إذا بتحبي تأكلي آيس كريم والآيس كريم مفيد بالصحة على سبيل المثال للجدل بروح طعميكي رز بتالليلي لازم أأكل رز أنا ما بحب الرز ياخي أنا بدي آيس كريم لا لا لازم تأكلي صلطة ما بدي صلطة ياخي ما بدي ضيع وقت كم ساعة أنت عندك بالجامعة بالنهار دوامة كم ساعة استشفى آآ ثلاثة أو ثان هدول الساعتين لو بتقضيون مع دكتور عمر ولا هبة ولا بعلم النفس ولا هذا بيمرؤوا هيك كبسة زر بيمرؤوا ثانية طبعا أنا لو عطيتك ساعتين زيارة علم نفس باليوم هتكونوا مبسوطة ولا لا أكيد مبسوطة جدا طب لو عطيتك أربع ساعات تخدير بالنهار هتكره حالك ما تستسلمي ما تعطيني ما تعطيني وش اللي وش اللي علي وعلي شو أسوي لا لا مش شو أسوي شو أسوي يعني أنا ما عم حرضك معني عم حرضك على الميجور تبعك أنا عم حركك اكتجاه اكتجاه النعمة اللي انت مش مقدرتيها مع لي مش مقدرتيها لأنه مش مقدرتيها بكامل وجودها مش مقدرتيها بكامل وجودها بس تكتشفي بس تكتشفي طولي بالك طولي بالك طولي بالك بس تكتشفي نعمة نعمة التواصل مع خالق الكون بتصيري ما بتوقفي ما فيك تشبعي ما فيك تشبعي بس تكتشفي هالنعمة بس تتطوقي حلاوتها بتبطلي فيك توقفي أنا قلتها ببودكاست أغو ولا تو بودكاست أغو لما لما الواحد بيكون بعالم الاستثمار وبيشوف انه بيحط ميت دولار بيطلع من الميت دولار بعالم الاستثمار بيطلع اليوم بيطلع دولار الشهر الجاي بيطلع دولار المية نفسها طلع التو والتو صاروا خمسة والخمسة صارت عشرة والعشرة صارت مية والمية صارت ألف وهو معنى تخلينا حط أكتر استثمار 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 بيصير أي شي موجود حوالي هذا السلك شايفتي رح أبيعه مشان هالدولار حطه بعالم الاستثمار مشان يكبر ويكبر ويكبر طيب مو هو نفس الشي الاستثمار مع رب العالمين وبيقول لك الوحدة بعشرة يلا خود ع السيل الوحدة بعشرة استثمار رقم واحد فأنت بتفوت مع استثمار مع رب العباد بتقول لك يا عمي خليني كتر منه كتر منه كتر منه كتر منه طيب مو أنت لأنه هاي نعمة عندما تتذوق حلاوة هالنعمة بتصير تعمل الأمور الحياتية بطريقة أنه يا رب أخلص من هالأمور الحياتية مشان أرجع لا استثماري في الآخرة أو استثماري مع رب العالمين أو استثماري في روحي ونفسي أو الجمال اللي أنا أتذوق في هذه الرحلة وانت رب نعطيكي هذا الجمال كم ساعة بتقضية مع عمر السعداوي وهيبا نقش بني وعلم النفس في اليوم الكورس من ساعتين إلى أكثر أحيانا ثلاثة عبور وهيبا يعني تواصل Voice Not هيتش بس أنت أنت نفسك قبل نعم أنت نفسك قد تقضي بعلم النفس بعالم علم النفس في اليوم ماكسيمام خمس ساعات طول النهار خمس ساعات على علم النفس خمس ساعات على علم النفس اللي هو هواية ولمين اللي هو اللي بديكتخذي فيه شاهدي ساعتين بس مين بتحبيه أكتر لا أكتر هلأ هلأ من شوية قلت التخدير ساعتين بس كاوقات دوام كاوقات دوام وتواجد بس قبل اني احضر الى يعني هم تقدروا تقول ثلاث ساعات ثلاث ساعات تخدير وخمس ساعات علم نفس من يربح لو واحد بيشوفك مقضاية خمس ساعات مبسوطة بعلم النفس ومش مطلوب منك ومقضاية ثلاث ساعات بشي مطلوب منك فمعنى تمين يربح طيب انا شو رأيك بعطيكي بها الخمس ساعات بعطيكي ثلاثة اكسرا بس هدول الثلاثة لازم تغيري بعض القوانين مشانهم لازم تحاربي بعض البشرة مشانهم لازم تتعلمي شغلات جديدة مشانهم مشان تاخدي وتكسبي هدول الثلاث ساعات في قرب من تحبين اللي هو علم النفس لا تخبرني لا تحاولي بمخك هلا تدوريلي على اعذار وحجج لا تقول اني ده اقول لا 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 تقول اني ده اقول لا ما اقدر او اي كانت بالعكس يعني ده اللي بادية بي ده نفسي و بعدين احنا نتعلم القوانين اعلموا نكسرها صح لو غلط الف بالمية صح الف بالمية عند الحاجة يعني اكيد اكيد يعني مو متورة وتخبيص بس يعني دوامي وشغلي بالمستشفى كانت غيرت جذريا وهذا الموضوع اتكلمت بي مع هبب الذات ووقت يعني مصدومة والحمد لله يعني انت فوقت بشغلي وتفوقت بدراسي وحاليا اكتشفت الشي اللي احبه و متأكدة هذا رح ياخذ اكيد بقيت اه او مو بقيت انا كل اهتمامي بس ده اشتغل على نفسي يعني انا ما اقدر ادخل بشي واجازف انا بعدني ما متمكن بمية بالمية متمكني 51 بالمية صحبه غلط مش متمكن حاببتي 51 مش متمكن سيلي التمكن حاببتي 51 بالمية 1000 مليار وحيات ماما 1000 مليار بالمية وما بدك تفوتي في 100 بالمية شو شغل النصب والحيات ليش ما افوت به بعدني بعدني ده اتعلم بعدني مرحلة تعليم انا عم بقلك تعلمي 3 ساعات اكسترا انت حاببتي 1000 مليار بالمية انا عم بقلك تعلمي 10 3 ساعات اكسترا انا مش عم بحرمك منه عم بقلك go do more because you love it اوكي لينك بتحبي do more اوكي لكي انت ادرة بقضيتك انت ادرة بقضيتك انت ادرة بالسيتيواشن اللي انت موجودة فيه بس بعمرك ما تستسلم للظروف الراهنة جاربي اليوم وبكرة صارت اربعة وثلاثين دقيقة عم نحكي ولا ثاني مرأت حكيتي عنها بشكل ايجابي ولا ثاني حكيتي عنها بشكل ايجابي لكي تحط حالك بمكان اكبر منك لما تحط حالك بمواقف بيخة وتحاول تتعلم وتستفيد وتكبر انت شاطرة بالتخدير والاولى على الدفعة هذا المكان اصغر منك انت اكبر منه غلط 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 لبعد بكرة غلط حط حالك بمكان انت تكون اقلهم علما تواصلي مع عمر السعداوي الف لتكوني لتوصلي اكثر منه علما وظلك متواضعة لانه هو اللي علمك ظلك حاني رأسك له احتراما اكيد اكيد يا اكيد لانه هو اكبر منك علما مية بالمية مية بالمية بس 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 ما تفوتي على مجال تكوني الاولى على الدفعة واحسن واحدة ولا لا 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 صحيح انه في علم كتير نتعلمه بس كمان طيب في علوم فضاء بدك علوم فضاء ما بدي طيب في علوم بالمحاسبة ما بدي طيب في علوم بالأدوية طيب ما بدي طيب في نووي ما بدي انا بدي علم النفس عرفاني شو بدي اوكي اه شو تغديتي شو عبالك تاكلي جعانة عليان دا الحمد لله يا حبيبي اقولي ايه جعانة اوكي ايه جعانة شو عبالك تاكلي برياني هجبلك آيس كريم بتاكلي لا هجبلك صلطة بتاكلي رح جبلك رمل بتاكلي رح جبلك سمك بتاكلي رح جبلك فهيتة بتاكلي رح جبلك سوشي بتاكلي لا بدي برياني وأنتي عرفاني شو بدك بينما خلينا نسلم جدلا لأنه ما بتعرفي شو بدك تاكلي أو لترلي ما على بالك شي معين جوعاني يا رواسي نعم تاكل ايه فيه آيس كريم تاكل هات اي شيء ليه لاني ماني عارفاني شو بدي بس انا لما كون عارفان بالظبط انا شو بدي اكل ليش لضيع وسع بمعت لحكي فاضي صدقيني هذه الشجرة ستثمر في المستقبل القريب او ان شاء الله البعيد حتى ستثمر والظلال تعيتها رح تحميكي من حرقة الشمس طب العصر هو الطب النفسي طب العصر literally psychology والعالم اذا مش مقضيها اونلاين لتشوف العاهات المنتشرة في كوكب الارض نزيل على الحارة وتفرج للأسف اخواني واخواتي في كل البلدان العربية والاجنبية المشاكل النفسية والعقد بسبب الضغوطات الحياتية والحروب والفساد والمشاكل عم تخلق مشاكل عم تخلق جيل مشوه نفسيا بالله عمك من سيكون اكثر طلبا طبيب التخدير ام طبيب النفس نفس طيب معنات انت عم تشوف يعني انا عم كذب المنجمون ولو صدقوا انا عم نجم يا ستي هلا انا عم نجم اعتبريني كذاب بس انو بس النومبرز النومبرز بس it's going there لانو مافي شي تاني going anywhere else سو ليش ما تتفوقي تكوني الاولى في منطقتك الاولى في العراق الاولى في العالم العربي ليش ما تستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لتتواصلي بدل عم رهبة تجيبي الف عم رهبة وتتعلمي من اليمين واليسار تقولي مافي عنا بالعراق مافي عنا بالكلية مافي عنا بالجامعة هيك انتي قاعد بالعراق وانا قاعد بدولة الامارات وصلنا لبعض ولا ما وصلنا تعلمنا من بعض ولا ما تعلمنا تواصلنا مع بعض ولا ما تواصلنا تبادلنا الثقافة والاعلم او لم نتواصل فما تجي تقول ليلي والله انا لازم اروحي مافي منه الحكي هذا الحكي بالالفين وتسعتعاش كنت ممكن اؤمن به او اقبل مروره بالالفين وعشرين شكرا لربنا سبحانه وتعالى على جائحة كوفيد بسبب كوفيد للعالم قاعدت ببيوتها وبسبب انضغطت انجبرت انها تقعد ببيوتها صارت توجد لنفسها طرق للاسترزاء طرق للتعلم طرق للتطور من ورا هالزفت اللي بيدنا سوما تجي تقول ليلي اي كانت حتى لو اططرك الامر تطلع الى المحافظة تبعكم يا عمي القانون بيقول هيك هدول الجماعة ما بطبقوا القانون حتى لو اططرك الامر تطلع الى رئيس الوزراء ما تسكتي عن حقك انا عمي بدي استثمر وقتي بكذا انا لازم تجيل تبعنا يدرس يطلع يروح لازم 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 نعمل شي استثمري وقتك بالشي اللي انت بتحبين ما تش ضيعي لي وقتك تمان لكي بابا حسان اله يطول بعمر يا رب ويطول بعمر احبابك واهلك قولي امين امين اذا بدي لخص حكمه اللامتناهية في الحياة اللي علمني اياها والله العظيم في شي بيضلوا يرن براسي ما اكتشفته لتجاوزت الخامسة والثلاثين اعادت خمسة وثلاثين سنة اسمع هذه الجملة والله العظيم ما فهمتها لا تجاوزت الخامسة والثلاثين كاني دايما يقول لي يا بابا استثمر وقتك وانت شاب لانه رح يركد ركد بس تخطير هو عم بيركد استثمر وقتك وانت شاب استثمر بعلمك وانت شاب استثمر ببناء نفسك وانت شاب لانك اقدر واكفأ واكثر جاهزية منك نفسك وانت في منتصف العمر واكثر هذا لا يعني انك لن تستطيع بالاربعين والخمسين لا ستستطيع على دوم العمر ولكن ما تيجي تقلي وتقنعني انه رواسي على عمر الاربع وعشرين رواسي على عمر الاربعين ستستطيع ان تتعلم بنفس القدرة الاستيعابية لشخص عمره عشرين سنة مركز الشخص اللي عمره عشرين سنة مان مان سفنجة سفنجة فيه يمتص علوم بطريقة غريبة عجيبة يا اخي ربنا عطانا بمخنا شغلات علي بس شرطك شو تركز قدرات المراهق الرهيبة فيلم رعب بس شرطك شو تركز ليه لانه اذا المراهق ركز بيفهم القصة كلها المراهقة اذا فوكست على شغلي ون اور بتصير بروفيسورة في هذا الشيء فما بالك لو هذه الساعة صارت يوم من التركيز هذا اليوم صار شهر هذا الشهر صارت سنة واثنين وثلاثة برو حنخلق عمالقة بس بيبدأوا بعمر الخمسطعش والسطعش والسبعتعش بما انك عرفتي هذه المعلومة الان عشو عم تركز السوشال ميديا على اخذ تركيزك عشو عم بيركزوا الافلام والمسلسلات على it's ok انك تكون ضايع على تعزيز فكرة التفاهة والضيعان اللي عايشين فيه الشباب انه لا لا it's not ok انك تكون ضايع حبيبي no no it's not ok انك تكون تافي no 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 it's not ok انك تضيع شبابك it's not لانه اذا بتركز بشبابك ما منفوت بحروب وازمات اقتصادية وفساد وخربان بيوت اذا بتركز بشبابك منطلع علماء ومنطلع ناس تبني قوانين وتمشي عليها ومنطلع ناس مصلحين في كل ارجاء الكرة الارضية بس لا لا احنا ما بدنا لانه الناس الكويسة ما منستفاد منها الناس الضايعة تخلق لنا امراض تعملنا مشاكل مناخد فلوسهم منستعبدهم من 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 نقطة الى اخره so technically speaking انا ما بدي اياك تركزي انا بدي اياك تتمرني عدم التركيز انا بدي اياك يا طفل يا مراهق اعمرك 15 16 17 18 18 18 20 21 22 23 24 25 سنة بدي اياك تتمرن على اي كانت الحق عليهم هم الكلبين الدولة اقوى مني القانون دستور الجامعة هم قالوا ايش اللي هم قالوا ما هم كانوا انت لما كانوا صغار بس الفرق بينك وبينهم انه هن ركزوا انت ما ركزت الفرق بينك وبينهم انهم انهم هن ما قبلوا لمسكوا بالكرسي وبعدين قال لك انا ربكم الاعلى الا من رحمه ربي في العديد من الدول العربية من الشيوخها وامراءها ورؤساءها بنحطوا على الراس الف هم على البلد قلب على البلد بدهم يعملوا شي صحيح انه في مشاكل بكل البلد في مشاكل بكل الكوكب في مشاكل بس دائما المنيح هم بيدور على الناس المناح اللي تساعدوا حيكون محاطبة بثعالب وذئاب وضباع حيكون دائما محاطبة هدول فإحنا ما نستسلم للضبعة هم محاطة أكيد ان هو بالمكان الغلط بالضبط فما نستسلم للضبعة نحنا نحاول نصير أسد تاني لنساعد الأسد الكبير اللي فوق اللي عم بيحاول instead of blaming them we help them we help the leaders we help the leaders to achieve better by being an أسد إحنا إحنا نكون أسد بالحق بالصح إحنا نكون أسد بالحارة تعيدنا بالحق بالصح نطبق الشغلات الصح نحث الناس بالابتسامة والوجه البشوش على أنك تفعل شيئا right you're blessed sister you're blessed you're blessed stay happy stay positive وكل النمرود اللي جواتك أنت you're not doing it for yourself do it for others عملية لأي عم الخير عملية لأنه إنه إنه في حدا عملية أنه في حدا يقدر يبعط لك إيميل later on in the future حتى لو ما عندك قناة يوتيوب وحتى لو ما عندك بودكاست يبعط لك إيميل يقول لك يقول لك رواسي بعد عشر سنين يقول لك رواسي شكرا شكرا بتمنى في يوم من الأيام يكون معك على الأقل مكالمة حتى أشكرك وأتكلم معك عن كمية التغييرات اللي اللي عملتيها لحياتي أنت إليك كل الفضل إنك بسبب اللي عملتيه بسنة الـ 2020 وـ 2021 استطعت أني أحصل على الميجر اللي أنا بدي ودرست وفتحت عيادة استطعت بسببك يا رواسي أني أني أطلع الأولى على محافظة الموصل ولا العاصمة ولا الشمال ولا الجنوب بسببك استطعت أنه أفتح مدرسة بسببك استطعت أنه أعمل كذا وكذا بي ذا تقولي ألف الحمدلله ألف الحمدلله وإن شاء الله إن شاء الله على كل شي أنا تحمست آخ يا ربي طيب قلت لي رح تشتري طبيب تخدير أقول معاك عصة صحرية هذه العصة الصحرية سترسم مستقبل رواسي أنت عمرك من هون لها عمر الأربعة وثلاثين عشر سنوات عصة صحرية لك أن تتخيل يا أختي أنك مسيطرة على كل شيء في كوكب الأرض تستطيع أن تفعلي ما تشاء أي شيء بدك يا رح يصير شو بتعملي بعد عشر سنين خططيلي العشر سنين تعي ترواسي عن جد عن جد أكمل وتوسع أكثر وأكثر أكمل وأتوسع أكثر أكيد بالمجال اللي مع دكتور عمره وأنشر هذا الشيء عني اللي أبدي به ويكون أكيد فول تايم تنشريه وين وكيف تبني مستشفى تبني عيادة تعملي كورسات كيف أولا أنا أرذي بادي بنفسي بعدين عائلتي بعدين محيطين وبعدها أنه ماكو أي مشكلة أنه أفتح عيادة وإذا توسع الأمر أكثر وأكثر إن شاء الله يتطور أكون أنا اللي صاحبة أو المؤسسة سوري التوعية وأكيد الأصل يكون مع دكتور عمره أوكي وهذه هذه المؤسسة وهذه العيادة مجانية ولا بفلوس والفلوس غالي ولا رخيص ولا كيف الوضع تخيلي أرسميلي هذه العيادة وهذه المؤسسة كم أوضة بدأ تكون كم غرفة ريسبشن كيف شكله تخيلي تخيلي مرسمشن بسيط أهم شي يكون ألوان مريحة أو أحسن مو تخطط لهذا ما بدي ياك تخطط لي معرف هلا عم نتخيل مع بعض عم نتخيل يكون شي بسيط بنفس الوقت بشغلات طبيعية مثلا ورد أكثر شغلات تطين أكسجين وطبيعة أكثر نفس الوقت أديت تصيرت الدخول لعندك شي مناسب شي يعني شي مناسب ما يعني يعني هي أول و تالي هذا شي مو تجارة يعني رح أخذها باللعك يعني رح أسوي الشي اللي أنا أحبها وأساعد الناس اللي هي تحتاجها يعني أنا ما رح أفتحها على موض يكون مثلا واو أو مثلا لا جلد مساعدة عالم مثل ما أنا أنه ألف الحمد الله تعرفت على حضرتك وعلى دكتور عمر وساعدني إلي وإلى وقفة جنة سواها تجاهي فأكيد أنا ما رح أكون شخص أهم كل هم مال ويكسب ويصعد لا مجرد أنه أشوف شخص محتاج أنا أساعد وأكبر دليل أنا بديت مثلا أغير كثير شغلات أصحابي اللي حوالي معلل ما بعدني أيش اللي بعدك بعدني أتعلم بعدني أتعلم حسان أنت برأيك أنه العلم سيتوقف أنت برأيك رح توصلي لمرحلة تقولي أنه أنا خلصت العلم أنت أور أنا فهمانه أبداً بس أنا ستيب وان يعني بعدني بعدك شو بعد بعدك شو يعني بعدني نقدر نقول مرحلة أولى خطوة أولى خطوة أولى أوكي أنت خطوة أولى وأصدقائك خطوة شو صفر معناتها مين عنده علم أكثر أنا وأكبر دليل أنه أنت أساعدهم أيوة معناتها أنت جاهزة أو لا مش جاهزة أنت مش جاهزة لمساعدة حدا بالخطوة الثانية بس أنت جاهزة بمساعدة حدا بالخطوة الأولى ليش لأنه هو بالخطوة صفر أكيد وأكبر دليل هو اللي بخطوة صفر أنا إذا أساعد أن شون يصل للخطوة هذه فيعني فمعناتها أنت جاهزة step by step معناتها أنت جاهزة أكيد أبس الحمد لله فما تيجي تقولي اللي أنت مجاهزة لأنه أنا ما عندي علم ولساتني بعدني بدأ you don't tell me I can't don't tell me I can't you just said I can't listen to the podcast girl you just said I can't لأنه بعدني بدأ كلمة I can't مش يعني لازم أقول I cannot الاتitude of I cannot أستطيعش أنا لا لا يمكنني أن أفعل كذا لأنه هذا حكي فاضي أنت قلت أنا لا ما أسأل حسان إذا ترجع كمان للبودكاست أن قلت حاليا يعني مثلا step 2 أو 3 أنا ما عم بقلك ما عم بقلك حاليا فتحي عيادة أنا عم بقلك خلال العشر سنوات القادمة أن تتخيلي ماذا سيحدث أنت حاليا عم تستثمري خمس ساعات يوميا في علمك في هذا المجال خمس ساعات ضرب 365 ضرب 10 يعني زليار سنة من الخبرة والعلم اللي عم تظل تكبر أكثر وأكثر 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 فأنت حاليا تستطيعين مساعدة الناس اللي موجودين في الخطوة صفر لأنه أنت عندك الخطوة واحد وحاليا بنيتي لنفسك هذه العيادة حاليا بنيتي لنفسك تتصور للعشر سنوات القادمة لرواسي حاليا الصورة صارت أوضح من قبل عشر دقائق ليه لأنك ما سألت نفسك هذا السؤال قبل أنت كنت منغمسة في الحاليا حلو الواحد ينغمس في الحاليا بس لما يكون عندك قول واضح تتجهيله هيكي ستستلذين في هذه الرحلة أكثر وأكثر أنا بدي ياكي هذا البودكاست تحفظيه عندك لتسمعيه بعد عشر سنين بعندك بالعيادة اللي الريسبشن تبعها بسيط فيه زهور ومصادر أكسجين وفيه ديزاين كتير سيمبل وألوان فرايحية ولما تشوفي وتفوتي على العيادة تقولي أنا بسنتي العشرين عشرين كنت أتحدث مع حدا الله يذكره بالخير ما بعرف وينه هلا بنيت هذه العيادة من عشر سنوات لأول مرة في خيالي والآن أمشي فيها في الواقع هذا ما أريد أن أفعلك يا رجل إن شاء الله أكيد 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 حسنا أنت ما سألت نفسك مثلا أنا ليش ما حاجيت وياك من البداية مثلا أول ما تحديت نفسي وقلت أنه راح أطلع الأولى على القسم مالتي وأثبت مثلا ما أثبتو أنه أنه أني دا أصوفت شي يعني يمكن أربع أو خمس مرات أحاول أدزلك صورة للشهادة وصورة للنتيجة أنه أني طلعت القولة وكذا وأقول لك حسان أنه أنت طلعت على اللايف وكذا وكذا بس كان أكو هيجفة أحساس بداخلي وأكو هيجفة الصوت يقول لي لا حسان إذا راح تحكينو يا راح يعرف كل جزين أنه أتي دا أسوي شي اللي ما لا تحبي فبقيت يعني أجرب 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 وصراحة يعني أعتبرت أعتبرتك يا أخي والله مثل المراية هي اللي تشوفني أنا وين هاي النقطة بقيت أدور 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 فوالله أنا فهمة الشي اللي تريدني أسوي كل جزين فقلت لك يعني من دا أسوي خطوة بخطوة لأنه أنا أعرف الوضع اللي أنا بيه حاليا وأكيد يعني هذا الشي راح يصير الشي اللي أنا أحبه أكيد الله أويك الله يوفقك وبعشر سنين ليش دا حكيتك؟ راح زورك بالطيارة الخاصة طبعتي وين ما كنت تكوني فاتحة إن شاء الله ورح فوت على هذه العيادة ورح يستمتع برائحة الزهور والألوان الجميلة وبس أدق الباب عليك وإليك حبينا نسلم إن شاء الله يا رب بدك تقولي شي تاني لا أتا حاب تقول شي بعد إلي ما تاخد أي شي أنا قلته على محمل شخصي أرجوك الله يحميكم لا 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 بالعاكس حسن بالعاكس يعني إن شاء الله أكون ناس راح يفيدها هذا الكلام أو أي شي يطخ عندهم بنقطة مثل ما أنت تاخد خليت هالطخ عندي بكوم ونقاط في حياتي فإن شاء الله إن شاء الله يا رب عملي بكرة أحلى بكرة لرواسي وللحارة الفريجي اللي أنت منه وللمدينة وللمحافظة وللبلد وللمنطقة وللكون كله عملي بكرة أحلى إن شاء الله هاي مسؤولية ها طبعا طبعا أنت أدى أيام كنت تقول أنت بس تشتغل على حالك أو تنشغل بحالك ما ما راح يكون في وقت حسن هاي شن ديحتي هايات اللي هو كتماسي مليانة هاي مسلسل مسلسل فيلم فيلم ما حسن هاي شن ديحتي هذا شن ديحتي هذا لا هو ما شايف مثلا هو ما شايف مثلا أحنا وضعنا ما شايف بعدين لا صالفة غير شكل شوية شوية من حاديثها على نفسه ألف الحمد الله أنا لا 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 و هاي شراحة أمان بشكل مو طبيعي بعد ما كان أكو تخبطات يا رب اللي مواصل لهذا الشيء يوصله يعرف والله يثبتنا لكن بد منيك يا تأري كتاب Psycho Cybernetics مين Psycho Cybernetics أكيد أكيد أنا ما أخبي عليك دورت عليه ببغداد وبس إن شاء الله رح أوصي أونلاين أسندتك أعتبري هدية مني أسندتك أعتبري هدية مني يعني ماكو شي يوصف ماكو شي يوصف بس بدي منك وعد وهو تقرأي خمس مرات بالسنة منهم أكيد 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 خمس مرات في السنة منمم كافو كافو رب برافو عليك أنا فخور فيك الله يكثر من أمثالك رب وأنا سعيدة جدا 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 بكلامي معك ضلك ضلك شتغل على حالك أكيد إن شاء الله الله يكبرك يا سيستر إن شاء الله برافو عليك شكرا برافو عليك برافو عليك برافو عليك ويسلم لي على نانوك الله يجبك يا رب الله يكبرك الكتاب صار عندك بايداوية الله يحميك صار عندك بالإيمان وراحت رجعت وينك ناشي ناشي إلى اللقاء